طيب ضعنا نمضي معك إلى الديمقراطي ومنها نقرأ مركزي التغيير يعلق على تصريحات البرهان وكباشي حول دمج الدعم السريع اعتبرت قوة إعلان الحرية والتغيير تصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتح البرهان وعضو المجلس شمس الدين كباشي لدعوتهما المتكرر الاتفاق بين الحرية والتغيير بالكتلة الديمقراطية ودمج قوات الدعم السريع في الجيش منورة سياسية وقال البرهان الخميس خلال زيارة اجتماعية لمنطقة الزكياب بولاية نهر النيم إن الجيش وافق على الاتفاق الإطاري عن قناعة وليس خوفا من تنظيم أو تحالف سياسي وعند الاتفاق نص بوضوح على دمج الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش وواصف عضو المجلس المركزي بالحرية والتغيير على الدين مجد في تصريحات الديمقراطي تصريحات البرهان أمس التي أفصح فيها عن دمج قوات الدعم السريع بالمناورة السياسية مضيفا أنها تهدف لوضع العراقين أمام الاتفاق النهائي بيعني تصريحات البرهان الأخيرة الحرية والتغيير ترى بأنها مناورة سياسية قائد الدعم السريع رحب في أكثر من مناسبة دمج قواته في الجيش فبأي سياق تقرأ تصريحات البرهان قائد الجيش يعني أعتقد أنها أكبر من مناورية مزايدة بالواضح هذا الكلام الذي تكرر كثيرا هو مزايدة أول حاجة عندما تكونت قوات الدعم السريع وقتها كان البرهان كل من البرهان وكباشي ضباط عظام في الجيش السوداني لم يعترض أحد على هذه القوات بل أن البرهان كان ينسق ويعمل مع هذه القوات في دارفور هذه حادثة مشهودة جدا جدا يعني لم يتم اعتراض على هذه القوات ولم يطالب أحد من داخل الجيش السوداني بحلها أو بدعمها أو بدمجها داخل القوات المسلحة السبب الثاني إنها مزايدة يعني هذا المطلب ليس هو مطلب البرهان هذا مطلب قديم مطلب السوار والثورة السورة عندما اندلعت طالبت بتكوين جيش قومي واحد وزو عقيدة وطنية هذا هو مطلب السورة والثورة لم يقل به البرهان أو كباشي أو غيره من القيادات العسكرية الموجودة الآن في ذلك الوقت بل كان عندما كان الثوار يهتفون ضد الدعم السريع ويطالبون بحل الدعم السريع وهكذا كان البرهان يقرر في قوات الدعم السريع ويقدم لها دعما كبير جدا ويقول بالفم المليان أن القوات الدعم السريع قوات تدبع للجيش السوداني تدبع للجيش السوداني وليست ميليشيا يطالب نعم ويطالب ويمتدحها وهكذا الأمر الثاني يعني موضوع دمج الدعم السريع أيضا تم تضمينه في الوثيقة الاتفاق الإطاري وقع عليه البرهان وكذلك وقع عليه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان تقلو يعني معناها حمد حمدان تقلو أيضا يموافق ويبصم على موضوع دمج قوات الدعم السريع ما الجديد في الأمر ليس هناك أي جديد ما الجديد في الأمر هو موضوع مزايدة وأعتقد أنه هو محاولة يعني تؤشر للخلاف بين الطرفين بين قيادات الحالية للجيش السوداني وبين قيادة الدعم السريع ويحاولون أن يمارسوا نوع من الضغوط على قائد الدعم السريع لأنه يعني أعلن مرارا وتكرارا وقوفوا إلى جانب الاتفاق الإطاري ودعمه حتى التوصل إلى الاتفاق النهائي وتكوين الحكومة المدنية المنصوط عليها المتفق عليها فأعتقد أنها يعني هي مزايدة وممارسة للضغوط على الطرف الآخر حتى يتنصل عن تعهداته بدعم الاتفاق الإطاري هذا يكسب الجيش يعني من هذه الضغوط برأيك؟ لا أعتقد أنه سيكسب شيء لأنه هذا الأمر محسوم محسوم أصلا في الاتفاق الإطاري بنص واضح جدا دمج الدعم السريع في القوات المسلحة دمج قوات الحركات المسلحة في جيش السودان هذا أمر مفروع منه يعني لم يكن هناك من داعي لتكرار هذا الأمر بهذه المتوالية المتكررة هذا القادة العسكريين برأيك؟ وأعتقد أنه لديهم مخاوف أنا أعتقد أنه هم يعني كانوا يظنون أن هناك توافق كبير جدا تم بين الموقعين على الاتفاق الإطاري أو دعنا نقول مركزية قوة الحرية والتغيير مع الدعم السريع وأنهم يتوهمون أن هناك اتفاق خفي على أن يحل الدعم السريع محل الجيش السوداني ولكن أعتقد أن هذا هاجث لا أساس له من الصحة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم إحلال أي قوة أخرى محل الجيش السوداني الجيش السوداني جيش عريق جيش معروف جيش يعني مواقف مشهودة هذه مجرد هاجث أو ربما ترفع يعني كحجة لتمرير يعني شؤون أخرى يضعون هذا كمبرر لمحاولة تمرير أجندة أخرى واعتقد أنه يعني هذا مجرد هاجث لا صحة لهم إن صحة لكن بخلاف ذلك لا أرى أن هناك أي سبب يجعل القيادات الحالية للجيش السوداني يعني أن تذهب إلى هذا المساب لأنه لن تستفيد منه شيئا بل بالعكس يعني سيتسبب في إثارة فتن وربما سيتسبب فيما لا يحمد عقباه بين القوتين بين الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع